بسألك لسلة بسألة للمناسلين بشكل عام انتباعك كيف أول يوم حطيت الموبايل ومسك المايك وبدأت تتكلم وبدأت تتحول ناسي حكي لي أحساسك وشهورك أول يوم كنت عاوز بقى أقول إيه أطلع تاني يوم كان يعني أنا وطلعت اليوم اللي هو الساعة مساء واحدة بالليل اللي هو التاني يوم كان ماتش الافتتاح اللي كان في استاد البيت رحت ضربت 40 كيلو بالعربية لغاية استاد البيت ويفت قدام استاد البيت وحطيت رايبود كتساعة حوالي واحدة ونص صباحا قطر الدنيا كلها ما فيش حد واقف غير دارة انهم قفلوا نور الاستاد طول ما أنا في الطريق عمال أحضر طب أنا هقول إيه طب في الأول هخش تعرف مقدمة في الرسالة لازم تقول مقدمة بعد كده المحتوى والنهاية طب أنا هقول إيه طب إيه المحتوى اللي انت ممكن تفيده وأول مرة طلع والآن بقى موضوع الصوت والهوى والمايك والجمل هركبها إزاي بالضبط كده طب إمتى هقول لكريم مثلا خش بقى كريم اسألني عوض صفسر عن حاجة وهسألهم من الجنب دول هسألهم هقول لهم إيه طب الأسلات بأنواعيتها عاملة إزاي والكتصعوبة ما كريم في أول مرة كنت طالع لوحدة خالص فأنت طالع بقى مش ترتاجل طالع بقى تحكي لمدة 6-7 دقائق طالع بقى تتكلم فما كانتش طبعا ما كانتش سالك فيه مش ارتباك ولكن ده طبيعي ولو ارتباك أو توطر ده طبيعي ده أقلم من الطبيعة كمان خد بالك فأنت مش بس طالع مراسل لأول مرة تطالع مراسل لأول مرة تغطي أهم بطولة في العالم كاس العالم فأنت مش كمان طالع مراسل لأول مرة بتغطي حاجة بسيطة خفيفة كده فأدينا منتدرب فيها انت فجأة لقيت نفسك قدام كاس العالم أو تغطيت بطولة كاس العالم ده هاي فبقول لك أول يوم يومين كان الموضوع وطبعا أنا ما كنت بكلمك بقى بره الهوى تقولي بروفو عليك كمل أنت كويس فطبعا دي كت كلها بتديني دفعة والناس برضو كتت في الأداد تقولي كويس وبرفو ركز في الحتة دي بعدك ما شاء الله الحمد لله تالت رابع يوم الموضوع بقى بسيط جدا خمس بقى يوم بدأت عمل لقاءات مع الناس فبصة كريم هو يعني دايما أنا بقول أبسط طريقة أنك توصل في أي حاجة بتطلع فيها بتكلم فيها المشاهدين أو بتكلم فيها ناس في التلفزيون أنت تبع على طبيعتك توقف كأنك وقف تتكلم مع ناس في أنا أنا واحد بحب الكورة طول عمري وأنا صغير وكنت لعيب كورة ومن ساعة ما بطلت لسه بحب كورة وتفرج عليها ما كنت قعد أتكلم مع صحابة طبعا بنت غيرك في ماتش النهاردة طبعا أنت شايف ممكن أرجنتين تعمل إيه طبعا أنت شايف بورتغال ممكن تعمل شايف بقى برازيل تعمل إيه فأقولت هي دي أقصر طريقة أنت تبقى بسيط فبسرعة جدا يعني الضغوطات اتشالت وبقيت يا كريم يعني ما بقيتش حتى كمان مش أحضر يعني خلاص بقيت عارف أتكلم في أي توبك بس ما بقيتش أتشد الشدة دي فبمجرد دخولي معاك أول ما بدخل معاك في اللينك أنا بحس أن أنا مبسوط أنا بحس أن أنا مرتاح دي كانت أهم حاجة طول ما أنت مرتاح أنت المشاهد هو بتفرج عليك هيبقى برضو مبسوط واصله الموضوع عمل إزاي فأنا كنت بقى بقى مرتاح وطبعا بقى كواليس كتير يعني حكيها بقى أول حاجة في الكواليس المواقف الغريبة اللي حصلت معاك أنا في المرة كنت معانا على الهواء في حد طير الكاميرا بالترايبوت وأنت كنت بتجري وراءها تقريبا أنا جريت وراءها حد قال لي بعد كده قال لي محمود جري وراءها إيه اللي حصل يعني حكي لي كواليس كده دي مواقفين تلاتة كمانية قصة كلها أنا بحط الترايبوت وبحط الموبايل وبقلبه فأنا شايف بس الكاميرا وبيبقى الموبايل التاني بنتكلم فطبعا في وسط الزحمة خصوصا في سوق واقف ممكن أي حاجة تحصل ومحدش واخد باله أنه ممكن يكون مثلا خبطك خبط الكاميرا فأنا لسا كنت طالع لينك معاك وبتكلم معاك وبتكلم معاك وفي آخر آخر بالزبط الرسالة قبل ما نخلصها واحد يا كريم معدي والله ولا كأنه شايف أي حاجة شاطر السلك اللي ماسك في المايك لقيت لك المايك بالترايبوت بكل حاجة وقعت بس أنا بقى إيه يعني الحمد لله عرفتك اللي ما بصورة عفضاك كريم أنا بعتذير لك أنا بس الصورة عملت أول ما أخلت أنت بترايح له بقيت بتعمل إيه بس كان في موقف بقى كان في موقف أصعب قبل ما أطلع معاك هوا فطبعا أنا بظبط الوقفة والمكان ففي مرة حاطت الترايبوت برضو ومظبط كل حاجة ومفاتح الفلاش وقاعد مستني إيه أبغار مستنيك تخلص أنا أدخلك وهي يا كريم الجماهير المغربية والجزائرية بيعملوا كده زحمة كده مع بعض كبيرة قوي بيمشوا مع المايك أصلا دايق ومشغلين سماعات كبيرة ومعدين يا كريم والله العظيم الداست يعني هما والله العظيم يا كريم الناس عدت خبطوا الترايبوت بالموبايل بالمايك والمايك ويعا على الأرض وفي مايك كده فيه كده زي سبونج كده وقعت وكله بيدوس على الموبايل وأنا بقى يا كريم إيه وسامعهم بقى في الأعداد إحنا هنطلع دلوقتي وأنا كريم مش لاقي حاجة أنا عايز أعيش أنا مش لاقي حاجة وأمسك أجيب المايك من هنا وعا كده روح أجيب الكاميرا من هنا وعا كده أجيب الترايبوت من هنا بس طبعا بتبقى مواقف بتبقى إيه تاني تفتكروا فيه مواقف تاني ده أخ مصري يعني كنت بعد مطش المغرب على طول قبل ما نطلع فأنا حطيت الكاميرا على جنب قلت خلاص بقى أنا مش هحطها في حتة أني بقى فيه حد يعد من جنب يحطها جنبي كده صور شوية عشان لما حد يعدي محدش يعد من جنبي وأنا يا كريم قاعد هو واقف قصدي وخلاص وهنطلع هوا قبل ما نطلع هوا بزبطه خلاص أنا برضو ماسك وأنا سمع كنت تتكلم وأنا انت قدمني في أي وقت فيه واحد مصري جيبت ومعش بس خلي بالك أشتبطش الكاميرا لا 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 ما تقلقش بقول له حضرك بس تبقوا لنا بس عشان أنا هطلع لايف ده يعني ده تلزيون المصري مقفقش قال لي لا 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 يا باشا أنت والله أخوية قال لي يا باشا أنت ألأمن إيه أنا منساش حتى شكله ديوقتي كان أقرع وبتاع وبيتكلم بمنتهى البساطة والله يا كريم أول ما انت قدمتني وأنا لسه جاي أتكلم معك هو ماسك شنطة أما عاوز ياخد الشنطة يحطها على الصور اللي أنا أحط جنبه أمخبط الترايبود والكاميرا حتى تلاقي الكاميرا أما تعملت كده ومتعادل الكاميرا يا كريم وبسطه مش قادر بقى أقول أي حاجة لغاية أول ما انت خلصتها قال لي باشا يعني أنا إيه لك ثلاث مرات قال إيه ده أنا خبطتها فأنت فاهمت بس طبعا دي المواقف دي ده ده أقلم العادي ده لأ لنت هتشوف العجف حاجات المجهود بس المجهود كان يعني هو يا كريم القصة كلها في أن انت بتحاول تطلع أحسن صورة الناس ما بتشوفش اللي وارا الكاميرا ولا بتشوف اللي وارا الكاميرا من المزيع ولا المراسة ولا كومنت تحاول أنت تطلع أحسن صورة وقابها صورة مين أكتر المشاجئين كنت تشايفهم حابين الكاميرا حابين أنهم يعملوا الليقاءات حابين أنهم يتعاونوا معاك في الليقاء السعوديين والمغربة السعوديين كانوا عاملين بجد حالة ما كانتش طبيعية هما طبعا أنت عارف عشان الحدود زي ما حكيت لك قبل كده الحدود ما بين السعودية وقطر اللي يضوبك هو 9 كيلو بالزبط ما بينهم وقطر حتى كمان وفرت لهم بسات كتير فالبسات اللي هما وفرتها لهم دي كانوا بيجيبوهم ففي عدد من السعوديين زاد بطريقة كبيرة جدا بعد ماتش الأرجنتين وبعد ماتش بولندة اللي خسروا فيه زادوا بشكل كبير جدا وكان عندهم صغير جدا كان أول ما السعوديين بس يعدوا يشوفوا أي حد من الشرط أي حد ماسك مايك يجوا ويغنوا ويلبسوا النظرات بتاعتهم ويعملوا كلام ده كله وطبعا كانوا بقى ليهم أفاشات كده معينة وهم على طول مع بعض ويتكلمون غير بقى السعوديين كانوا المغربة المغربة من أجمل الشعوب اللي في الدنيا ممكن تتكلم معها في الكورة وأجمل الشعوب اللي في الدنيا يعني الشعب المغربي كله بيفهم في الكورة لهم بيتكلموا وتفاصيل ديب قوي وتفاصيل يعني تفاصيل معينة أنت ما تعرفش إيدا يا جماعة أنت إزاي عارفين التفاصيل دي كلها يعني وقفت مرة كلمت مع اتنين مغربة لاتوا بيتكلم على طريقة اللعب وخليوزيتش كان بيلعب إزاي وليه حكيم زياشتا وكان موجود كان عيفرق مع خليوزيتش وفكروني بماتش بتاع منتخب مصر وأن أشرف حكيمي لما زاد كانت دي صغرة جم بتاع محمد صلاح لما محمد صلاح أنت عارف لما أخد الكورة وعدة وليعب الكورة في ظهر تريزيجي اللي عبها فكان بيكلموني على التفاصيل وغير بقى كده هم كان الكاستمس بتاعاتهم والحاجات اللي بلبسوها طبعا أنت فاكر المشجع اللي طالع معايا بقول لي إن ندارة دي بيقول لي إن ندارة الفضائيين والسلطعون فاكر أنت يا راجل ده فالمغربة والسعوديين كانوا حالة مش طبعا ترجمة نانسي قنقر